النمسى تواجه انتقادات أوروبية حادة بسبب تسيارة تجارة أجزاء الأسلحة موضوع الأسلحة كان ممنوع أنك حيازة السلاح ولكن الأجزاء ما كانش فيه رقابة عليها دي اللي قدت طبعا أن الرقابة وجهت مشكلة مع أحد البولنديين اللي كان بيشتري أجزاء بكيميات كبيرة وبعدين يجمع الأسلحة دي ويباعها وتستخدم فيه العصبات وشيء من ذلك القبيل قراءتك أو تعليقك على خبر زيداء وهو انتقادات على مستوى أوروبا بسبب الموضوع هذا يعني سيدي الكريم دائما نحن بنقول لكل قصة كما لو لكل قصة تتم أخرى نسمعها في مرحلة متقدمة عندما نجد سيدي الكريم دي ستواجه انتقادات أوروبية بسبب تسليمها أو تسهيلها تجارة أجزاء أسلحة أيها لما نسمع مشاكل ونسمع في عمليات إرهابية ونسمع في إطلاق نار وإطلاق كذا طبعا يعني المتطرف والمتشدد وما بعرف شو كيف حصل على هاي الأسلحة أكيد في صغرة قانونية ما من خلال قدر يحصل على هاي الأسلحة وبولندا احنا منعرف بولندا يعني بولندا من الدول المسكينة فعليا الفقيرة اللي على أطحالة اللي فيها نسبة التخلف يعني إلى حد ما يعني بقى صد من الحالة من حالة التطرف اللي موجودة فيه هذا التخلف أنا هذا معيار التخلف عندي التخلف هو التطرف التطرف هو التخلف لا ينفصلان عن بعضهم البعض مهم فبالتالي سيدي الكريم عندما يكون فيه تساهل في بيع أجزاء الأسلحة وبتقدر تشتري أنت سلاح أجزاءه كل قطعة على حدة بشكل أو بآخر وبالنهاية لا جوز بطريقة معينة بتقدر تجمع فيها هذا الإسلاح حتى تستفيد منه أو حتى ترجعت بيه أو حتى جماعات إرهابية متشددة تستفيد منه بقلك الخبر شو بقلك؟ وين الخبر؟ وكانت مفوضية قد بدأت كشفت يوروبول في بيان أن المحاققين عثروا في منزل المجتمع في وغاب قريبة على عشرات الأسلحة وفي ذلك مسدسات وبنادق مسدسات آلية بالإضافة إلى أكثر 180 قطعة وسلاح و17 ألف طلقة وأوضح حتى المجتمع به الذي كان يعمل كتاجر أسلحة استغل خبراته في قوانين أسلحة الأوروية لشراء الأجزاء من النمسا وتهريب إلى بولندا حيث يقوموا عنه وأثرت تحقيقات المجتمع به باع أسلحة غيرقونية من بينها بنادق آلية ومسدسات إلى شبكات جرامية في ألمانيا وبولندا لاحظ وأكدت الشرطة السويدية أن إحدى العصابات استخدمت هذه الأسلحة في عمليات قتل مأجورة كما تم ربط أسلحة مصادرة سابقا في بلجيك وألمانيا والليتوانيا والسويد بالمشتبه به يعني سيد الكريم نابد من تفعيل أيها كيف يتم كيف يتم تزويد العصابات المنظمة العصابات المنظمة بالأسلحة بهذه الطريقة هيك هلأ بتكتمل معنا يعني إحنا منسمع بالسويد بقى راح في عصابات بالشكل الرهيب منتشرة بالسويد وبيهددوا بعضهم سوريين وعراقيين وفلسطينيين وأتراك وأفغان وما بعرف شو ليه منت عندك في النمسا برضو هنا برضو لا أنا بالعكس أنا مرتحت السيطرة بصراحة يعني هنا بشكل يعني خلينا نقول كتير مقنن وما أنا بيستخدموا بصراحة لابيان نفسي أنا بغزه بتقوله بالمصري أنا بغزه غزة ما في داعي إلا هذا نعم فبالتالي سيد الكريم عندما نرى هذه القوانين ونبحث كيف جاء السلاح ولماذا جاء السلاح ندرك مندرك أن هناك يعني ما راح شو نسميه مؤامرة ما تعاون ما خرافة ما لإيصال الأسلحة إلى متشددين وإلى مجرمين يستخدمونها لقتل بعضهم بعضا أو لتهديد آخرين أو لتهديد الدول التي هم مزولين فيها السن أو أوروبا نعم